للمزيد من المتابعة ينضم إلي من بغداد الكاتب والباحث السياسي نجم القصابوس نجم مرحبا بك معنا إذن هل حقيقة بهذا الاتفاق طريق باتت ممهدة لحسب ملفي الموازنة وكذلك قانون الغاز والنفط في العراق؟ بالتأكيد على ما يبدو ستمرر الموازنة في الأيام المقبلة خصوصا الاتفاق بين الأقليم والمركز لأن حكومة السيد السوداني بوجود نواب الإطار التنسيقي تستطيع هذه القوى السياسية أن تمرر أي قانون لكن بنفس الوقت حتى قانون النفط والغاز الذي يعتبر معطل من قبل الدورات السابقة أي مجالس النواب السابقة لربما تم الاتفاق عليه خصوصا بعد قرار محكمة التحكيم الدولية بأن لا يسمح لأقليم كردستان أن تقوم بتصدير النفط لربما أحرج أقليم كردستان مما جعله أن يتفاهم ويتفاوض ويتفق مع المركز لكن عندما نتحدث عن أحرج ألا يجعل هذا مسألة الإرادة السياسية في إنجاح هذا الاتفاق وهذه التفاهمات مثار شك أنه إذا كان الحكم المحكمة الفرنسية بعد ذلك الموقف التركي الذي قال أنه نحترم كل هذا إذا كان قد أدى بإقليم كردستان أو دفع به إلى القبول وإلى التفاوض وقبول بتقديم هذه التنازلات ما السبيل للحفاظ على هذه المكتسبات أو ضمان التزام بهذا الاتفاق أو أي تفاهمات سابقة إذا كان هناك مخرج يعني على المدى البعيد أو بمدى المتوسط يعني السؤال مهم جدا بالتأكيد أنا أتفق معك أولا عدم الثقة لأن أغلب الحكومات السابقة لم يكن هناك تفاهم أو انسجاما مع أقليم كردستان ربما فقط حكومة السيد مصطفى الكاظمي لم تكن هناك خلافات أو اختلافات على ما يبدو السيد محمد السوداني يحاول يعني لا تصغير وإنما تصفير الأزمات مع أقليم كردستان خصوصا يعني الأعمار أو التفكير الذي يسود في عقول السيد نجرفان البرزاني والسيد السوداني متقاربة خصوصا لديهم علاقات تاريخية منذ سنوات لأنهم عملوا في التشريع والتنفيذ وهناك علاقات وطيدة بنفس الوقت لربما الاختلاف داخل أقليم كردستان بين الاتحاد الوطني وبين الحزب الديمقراطي جعل حكومة أقليم كردستان في أربيل هنا حصرا أقول هنا الحزب الديمقراطي يتفاهم مع السيد محمد السوداني الذي يحاول حقيقة أن يعبر هذه المرحلة خصوصا حكومة السيد الكاظمي تركت مئات المليارات من الدولارات خزين من الذهب السيد السوداني يمتلك الآن كتلة نيابية كتلة مالية كل مقاومات النجاح بالتالي لا بد أن ينجح لأن على ما يبدو المؤشرات وحتى التحالفات والمؤهدات الدولية والإقليمية تزج وتدعم حكومة السيد السوداني لعبور هذه المرحلة الحرجة والمنحرجة ولكن هل الأمور مكتملة بهذا الاتفاق بهذا الشكل عندما يقول السيد السوداني خلال مؤتمر صحفيما بعد الإعلان والتوقع الرسمي قال أنه على الجهات الفنية تنفيذ هذا القرار بشكل فوري وإيجاد السبل القانونية من ملزم بإيجاد السبل القانونية؟ يعني أولا ينبغي حتى على قليم كردستان أن تعتبر المرحلة المقبلة تختلف عن كل مراحل السابقة ولم ولن تعود المراحل أو الفترات الماضية لأن هناك كانت حقيقة كثير من المشاكسات كثير من الاختلافات ليس من أقليم كردستان وإنما حتى من بعض الحكومات في المركز بالتالي النفط والغاز هو ملك الشعب العراقي سواء في أربيل أو إسليمانيا أو البصرة أو الأنبار كيف هذا يكون عندما تعزز الثقة أولا وتنفذ الاتفاقيات في يعني حينما أمر السيد السوداني أن تنفذ هذا الاتفاق أو تنفذ هذه الاتفاقيات في الوقت الحالي أعتقد رسالة تطمينية أولا للشعب العراقي بالكامل والشامل ولكل الأحزاب بأن ارتفاع أسعار النفط هذا كل يصب في مصلحة العراق والعراقيين نعم شكرا لك من بغداد الكاتب والباحث السياسي نجم القصاب